معدنا الآن مع موجز الأهم وآخر الأنباء موجز الثمنة صباحا مع منا الشرقاوي اتفضلي منه شكرا لك محمد الثمنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بتوصيات الحوار حول الحبس الاحتياطي وتمنى مجلس أمناء الحوار الوطني ما ورد في بيان مجلس النواب بأنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناشدا الجميع المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الحوار لم يكن متداخلا بآية صورة في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية موضحا أنه سيتم رفع ما لم يرد أو لم يكتمل بمشروع القانون من توصيات الحوار للرئيس السيسي ليتخذ ما يرى قام وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي بزيارة مقر السفارة المصرية في موسكو حيث التقى في اليوم الأول من زيارته بجميع العاملين بالبعثة الدبلوماسية وكافة المكاتب الفنية وخلال لقائه بعدد من ممثل الجالية المصرية في روسيا أكد وزير الخارجية التزام الدولة برعاية مصالح المصريين مقيمين بالخارج وأن ذلك يأتي على رأس أولويات وزارة الخارجية وأوضح وزير الخارجية الأهمية الكبيرة التي يتم إلاؤها للدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مشروعات التنمية تبادل حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على طول الحدود وأطلق حزب الله أكثر من أربعين صاروخا من لبنان على مناطق عسكرية إسرائيلية بمنطقتين الجليل والجولان ما أسفر عن قتلى ومصابين بالجانب الإسرائيلي من جانبه أعلن جيش الاحتلال أن مقاتلات حربية دمرت أكثر من عشرين منصة إطلاق صواريخ في بلدات عدة بجنوب لبنان أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI أن إطلاق النار بالقرب من ملعب الجولف الخاص بدونالد ترامب يبدو أنه محاولة اختيال للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة وأضف مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان أنه استجاب للحادث في مقاطعة وستبالبيتش بولاية فلاريدا ويحقق فيما يبدو أنه محاولة اختيال من جانبه قال ترامب أنه آمن وبخير ولا أي شيء يستطيع إقافه هذا وأدانت نائبة الرئيس الأمريكي كامال هارس العنف السياسي معربة عن سعادتها لأن ترامب آمن وصل الإعصار ببينكا إلى تشنجهاي كعصفة من الفئة الأولى وهو أقوى إعصار استوائي يضرب المدينة بشكل مباشر منذ أكثر من سبعة عقود وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإعصار ببينكا المصحوب برياح بلغت سرعتها مائة وواحدة وخمسين كيلومتر في الساعة بالقرب المركزي وصل إلى المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة صباح اليوم نادرا ما تتعرض شنجهاي لاكتياح مباشر من الأعصير القوية التي تضرب اليابسة عادة في جنوب الصين مشاهدينا نهاية مجاز الثامنة وعودة الاستكمال الباقي في قرارة صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل